فروا من جحيم الحرب إلى جحيم الحرمان فالموت جوعا لا يختلف كثيرا عن الموت بآلة الحرب في عدن مئة المعلمين نازحين من مدن أخرى يواصلون أداء وظيفتهم التعليمية ولا يستلمون رواتبهم الرئيس هادي ورئيس الحكومة وجه وزير المالية بنقل هؤلاء المعلمين واعتماد رواتبهم وصرفها شهريا لكنهم منذ يناير الماضي لم يستلموا رواتبهم رغم أنهم استكملوا ملفاتهم ووثائقهم الإدارية وكلما قائنا نطالب كلما يقولنا انتظروا إلى متاع الانتظار قد أصبحنا وأولادنا في معساة والمعساة مستمرة ندعو إلى صرف الرواتب بصورة عاقلة قبل الإيد في عدن يعيش هؤلاء المعلمون أوضاعا صعبة نازحون بلا مأوى ومدرسون بلا رواتب ولا دولة تكفيهم عناء المطالبة باستحقاق يفترض أنه أبسط الحقوق المعلمون النازحون نفذوا أكثر من وقفة ورفعوا مطالبات رسمية وقبل أيام احتجوا أمام مكتب وزارة المالية في عدن لمطالبتها بتنفيذ أوامر الرئيس لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي يبدو أن هذه السياسة ليست ما يعانيه المعلمون فحسب وإنما عنوان مرحلة من العجز الحكومي والتفلت الرسمي يرطى بعضه إلى حد الجريمة وليس فقط التقصير لا سيما وأن البلد تخوض حربا مع الانقلابيين في صنعاء وعدن تتطلب قدرا عاليا من الحس الوطني والمسؤولية الإدارية والسياسية تمضي الأيام في عدن وتمضي معها فرص المواطنين بعاصمة النموذجية وتتسرب معها الدولة من بين يدي الرئيس وشرعيته فهل سيصح قبل فوات الأوان أم أننا سنعيش سيناريو الصنعاء مجددا